لا يكاد يمر اسبوع إلا وتشهد فيه درعا عمليات اغتيال تسجل أغلبها ضد مجهولين دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها كان آخرها اغتيال الشيخ موسى الحريري في بلدة بصر الحرير شرق المحافظة مكتب توثيق الشهداء في درعا أصدر تقريرا رصد فيه جميع عمليات الاغتيال التي شهدتها مناطق المحافظة وأكد أنه سجلت خمس وعشرون عملية ومحاولة اغتيال خلال شهر أيار الماضي أسفرت عن مقتل خمسة عشر شخصا منذ توقيع ما يسمى باتفاق التسوية في الجنوب وجهت أصابع الاتهام فيها إلى ميليشيا أسد الطائفية المكتب أشار أن من بين قتل الاغتيالات ستة مقاتلين من قادة وعناصر فصائل المصالحات الذين التحقوا بصفوف ميليشيا أسد الطائفية مؤخرا بينما قتل ستة آخرون كانوا في الفصائل المقاتلة ولم يلتحق بأي جهة بالإضافة إلى ثلاثة أطفال في حين تنوعت عمليات الاغتيال بين إطلاق نار بشكل مباشر أو تفجيرات بعبوات ناسفة أو خطف وتصفية تحت التعذيب على الرغم من القبضة الأمنية والترهيب الذي تفرضه ميليشيا أسد على المحافظة مصادر أهلية في درعا تحدثت عن قيم مجهولين بكتابة عبارات مناهضة لنظام أسد على جدران بعض الأبنية في بلدة الجيزة شرق درعا وسبقتها قبل ذلك كتابات على جدران في بلدة المسيفرة وعدة بلدات وقرى أخرى ما دفع ميليشيا أسد إلى الاستنفار واستبدال العبارات المناهضة بعبارات موالية تمجد الميليشيات الطائفية